موسيقى السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد يارب تكونوا بأفضل حال في هذا الدرس بشارك معاكم مجموعة من الخطوات السريعة بنطبقها على الواجهات أو الاليفيشنز في برنامج الرفت المعماري بتغنيك نوعا ما عن الرندر في الفوتوشوب خصوصا لو ضاق عليك الوقت واحتجت خطوات سريعة وبسيطة بحيث تخرج مشروعك بطريقة جميلة وأيضا مشرط تطبق كل هذه الخطوات ممكن تقتصر على بعضا منها وبحسب التصميم والكونسبت وأنت إيش تحب توري أو تبرز في مشروعك فاللي بنشتغل عليه في هذا الفيديو بنحول هذه الواجهة من خطوط سودة وبيضة إلى هذه النتيجة خلونا ننتقل للرفت ونشوف الخطوات العملية أول خطوة بنسويها أنه نبغى نسوي كروب لهذا الاليفيشن فبنستخدم أو بنروح للفيو كنترول بار اللي هو هذا البار وهذه هي التو آيكنز اللي بنستخدمها في البداية شو كروب ريجن بيورين إياها من هنا ولو نبغى يسوي لنا الكروب نضغط على هذا الايكن كروب فيو وهي نفسها الاختيارين من البروبرتيز أو الخصائص لو نزلت تحت الاكستنت هي هذولي الاختيارين بعدها من هنا اتحكم في الريجن بالشكل اللي أنت تبغى يعني يضبطها سوي الكروب من فوق وتحت زي ما أنت تبغى بالحجم المناسبة بس تسحب هذه البوينتز بس لما تخلص وما تبغى تشوف هذا اللاين نضغط عليها بحيث أنه يسوي الكروب بس يشيل لي اللاين نفسه الخطوة الثانية اللي بنسويها أنه نبغى نشيل هذه التفاصيل لأنه في الرندر سكشن ما رح نكون نبغى نوري السكشن كت والليفلز والديمينشن فممكن نروح من الجرافيكس من عند البروبرتيز والجرافيكس بعدين تنزل تحت في الفيزابيليتي جرافيك أوفرايت تضغط عليها وممكن تستخدم الكيبورد شورتكت إما VV أو VG بتدخلك على نفس القائمة بعدها نروح من ثاني قائمة اللي هي الانوتيت كاتيجوريز ونشيل هذا الصح اللي هنا اللي هو شو انوتيشن كاتيجوريز in this view أول ما نضغط على apply بتروح كلها مرة واحدة ونضغط على ok الخطوة اللي بعدها نتأكد بس إنه الديتيلز هنا level إنه نختاره fine بعدها لو كان في أي جزء تحت طالع لنا من هنا بهذا الشكل ونبغى نزود الإيرث هاتش ممكن نروح من ماسينج أنسايت بعدها نضغط على هذا السهم من model site وهنا فيه الelevation نضغط ممكن نزود هذه القيمة ال400 أو 300 ونضغط على apply بحيث إنه يغطيها وبعدها نضغط على ok الخطوة الثاثة إنه نبغى نشغل الظل من view control bar هذا البار الصغير نشغل الظل وأيضا نبغى نشغل ambient shadow الambient shadow ممكن ندخل على القائمة اللي فيه إما من هنا ونضغط على graphic display option وفيه نفس الاختيار من هنا من ال properties graphic display option كلها بتدخلني على هذا القائمة نفتح الشادو ونحط صح على show ambient shadow ونضغط على apply بحيث إنه يبالي هذا الشادو لو نبغى نتحكم بكمية الظل اللي موجود عندنا في view نروح من lighting وممكن من هنا نقلل وممكن بعدها نضغط على ok نبغى الآن نشتغل على العمق أو الدبث بداية نروح من ال properties من الخصائص بعدها نروح من extend هنا far clubbing clubbing with line نغيرها للاختيار الثاني clubbing without line ونضغط على ok الخطوة اللي بعدها نبغى نروح لل ground level ونسحب اللي هو هذا north elevation نسحب هذه ال view لين تقريبا نهاية المبنى بعدها نرجع لل elevation ونروح لل graphic display option اما من هنا او زي ما قلنا من هنا ونروح لل depth queuing ونحط عليها صح نضغط على apply بعدها لو نبغى نتحكم بالاعدادات اكثر ممكن نقلل من هنا ونضغط على apply لو نبغى نحط الفيد limit كpercentage ممكن نزود ونضغط على apply ونشوف النتيجة وبعدها نضغط على ok بعدها لو نبغى نرسم silhouette علشان يبين لي حدود ال elevation ممكن نروح القائمة annotate ونستخدم detail line ومن هنا نغير نوع line من medium او ممكن يكون مختار لك default thin ال wide ونستخدم ادوات الرسم وبعدها نبدأ نرسم حوالين ال elevation لو ما بالك الخط اسود غامق بهذه الطريقة ممكن تجي وتضغط على هذا الايكون بيحوله من الشفاف او الخفيف لهذا ال line اللي هو الثك ونكمل الرسم حوالين المبنى ممكن نستخدم AL على الكيبورد لل align TR لو تبغى تسوي trim علشان نزبط هذا المكان ممكن نستخدم ال SL على الكيبورد لل split element اللي هي هذي التول وال trim هنا ممكن نحذف هذا الاجزاء ونسوي لهذا delete ونسحب هذا مثلاً اللي هنا بعدها لو نبغى نكمل بس هذا البارد الآن لو نبغى نخلي الجلاس اللي عندنا في المبنى شفاف لانه عندي كل هذه الاماكن curtain wall خللونا نغير الشيدد يعني عندي هذي الاماكن كلها جلاس وعندي هذي الويندوز لو نبغاها تكون شفافة بحيث لو عندي درج مثلاً بهذا البارد اللي في المنتصف او عندي furniture نبغاها تبان ممكن نحدد عليها نرجع ال hidden line بعدها نروح نحدد واحدة من الجلاس بانل بس نيجي عليها ونضغط على التاب بحيث انه نحددها بعدها نضغط على الماوس right click ونختار select all instance ممكن ناخذ اللي في ال view هذي بس او اللي في ال project كامل بعدها نضغط مرة ثانية على الماوس right click وبعدها نروح override graphic in view by element ونختار من هنا transparency نزودها لو تبغى تجرب ممكن تضغط على apply وتشوف العدد المناسب اذا تبغى تزيد بعدها نضغط على ok فاحنا هنا سوينا بس الكرتنز لو نبغى نسوي الشبابيك نفس الشي نختار على واحد منهم طبعا ما نحتاج نستخدم التاب لانه عادي نحدده وبعدها نختار select all instance in this view أو project نحدد عليهم كلهم وبعدها نفس الشي نضغط على الماوس right click وبعدها نقول override graphic by element ونزود transparency والخطوة الأخيرة لو عندنا مثلا شبابيك بأنواع ثانية طبعا نحتاج أن نسويها نضغط على الماوس نفس الخطوات بالضبط أوكي وبعدها لو عندنا أبواب زجاجية نفس هذه وبعدها نختار override و elements وبعدها نزبط transparency من هنا نزود القيمة ممكن بعدها نضغط على ok فبكذا نكون زودنا transparency وبعد من عندي هنا مثلا الدرج وبعد من هنا أنه في furniture الخطوة اللي بعدها لو نحب نخلي street furniture سواء للbenches ولا الكارز تكون شوي خفيف لونها أخف بحيث أنها ما تاخذ العين عن project ممكن نحدد أول شيء مثلا على الشجر نفس الشيء نحددهم بنفس الطريقة select all instance in this view وبعدها نضغط على الماوس ونروح override graphics by element ونختار بس من هنا أنها تكون half tone نضغط على apply بحيث أنه يكون لونها شوي أخف والحين نفس الشيء ممكن السيارات نختار control بحيث أن نحددهم مع بعض ونروح override ونختار half tone ونقول ok بعدها الشجر اللي هنا ما سواهم لأنهم انواع غير هذه فممكن نحدد بهذه الطريقة وبعدها نروح filter ونختار check none ونختار بس planting ونضغط على ok بعدها نقول له override ونختار نفس الاختيار اللي هو half tone نضغط على ok بعدها باقي لنا بس البنشز عندنا ثراثة نختارهم select وبعدها نقول override elements ونختار ونختار half tone ونضغط على ok فكذا خلينا كل تقريبا street furniture إنها تكون لونها شوي خفيف بحيث إنها ما تاخذ العين مرة باقي لنا اللمسات الأخيرة الأولى إنه إحنا نعدل على الخلفية ممكن نخليها كصورة وممكن نسويها gradient بألوان نروح لي الخصائص من properties وبعدها نروح لي graphic display option أو زي ما قلنا ندخلها من هنا يعني كل الاثنين صح بيوصلوا للنفس القائمة يعني نروح لل background في هنا إنه نختار sky لو ضغطنا على apply بتكون بهذا الطريقة بس يعني استراحة أنا ما تعجبني ممكن نختار gradient نضغط على apply أنا أشوف إن هذه فرق أفضل نضغط على ok لو نحب نزبط ال region من هنا نشغل ال region ونسحبها شوي على فوق بحث إنه ما يكون عندي كبير لهذه الدرجة يعني ممكن يكون كذا مناسب ولو نبغى خط الأرض يبال لنا أغمق من كذا نروح من قائمة manage ومن settings لل object styles وننزل لل topography نضغط T على الكيبورد بحث إنه ينزلنا ليه topography ونختار من هنا من line weight الكت نزود عن ال 6 ممكن نختار 8 أو 10 نضغط على apply بحث إنه نشوف النتيجة قبل لا نطلع ممكن نقلل عن كذا ننزل لنفس المكان نختار 8 بعدها نضغط على apply لو ok نضغط على ok ولو حبيت تضيف أي صور للخلفية سواء مثلا silhouettes لبعض المباني تكون شفافة البعيدة أو ممكن أي شيء في السماء ممكن نروح لقائمة insert علشان ندخل ال image وبعدها نضغط على import image ونختار الصورة اللي نبغاها ونضغط على open بس نضغط بأي مكان ما رح يكون buyنا معانا بس نروح من ال properties نروح من هنا ونغير من background لل foreground ونضغط على apply أو enter بعدها ممكن نسوي لها scale وممكن لو تبغى تسوي لها rotate تحطها بالمكان المناسب وهذه بكل سهولة كيف تضيف خلفية لو احتجت أنك تضيف أي خلفية على ال elevation وكذا نكون خلصنا تقريبا بعشر خطوات قدرنا نغير ال elevation وكذا صار شكله أفضل بكثير سواء كنت بتعرض هذا ال elevation على استاذك أو عميلك في الجامعة أكيد بيقدر المجهود اللي أنت بذلته في ال presentation تركت لك الخطوات مكتوبة كنقاط في الوصف لو تحب تحتفظ فيها عندك وإذا عجبك الفيديو أقدر دعمك لو ضغطت على زر اللايك وأكيد لو تحب تشوف فيديوهات حول التصميم وبرامج التصميم لا تنسى الاشتراك في القناة بنزل فيديو جديد كل أسبوع وأخيرا أشكرك على المشاهدة لو عندك أي سؤال أو استفسار اكتب ليه في التعليقات واستودعتكم الله